منتدى الدول المصدرة للغاز وكلمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون السيد الأمير العام بمنتدى الدول المصدرة للغاز السيدات الفرلايات والسادة الأفاضل ضيوفنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحييكم أطيب التحية وأرحب بكم أحر الترحاب شاكرا لكم جميعا تلبية دعوة نار حضور القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز متمنيا لكم إقامة طيبة في الجزائر بلدكم التالي أسمحوا لي في البداية أن أتقدم بخالص الشكر والعرفان لصاحب السمو والأخ العزيز شيخ تميم بن حامد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة على رئاسته الموافقة للدورة المنصرمة وإدارة متطلباتها بحكمة وتبصر السيد الأمير العام لمنتدى ولكافة المساهمين في مصاري إعداد وتحضير أشغال قمتنا هذه ولا يفوتني أن أنوه عاليا باندمام جمهورية موزنبيق والجمهورية الإسلامية الموريطانية الشقيقة إلى رحاب منتدان بصفته مع عضوين ملاحدين منذ آخر دورة كما نسجل اليوم بكل اهتزاز اندمام جمهورية السنغال شقيقة بدورها إلى هذا المنتدى الموقر بصفتها عضوا ملاحظا كذلك تشكل هذه القمة فرصة لرسم رؤية مشتركة للحفاظ على مصالح المنتجين والمستهلكين للغاز في آن واحد وتعكيس اكتزامنا بأهداف منتدى الدول المصدرة للغاز وتصميمنا على تعزيز دوره والتأكيد على مساهمته في أمن الطاقة العالمي حيث يلعب الغاز الطبيعي دورا أساسيا في تحقيق التنمية التنمية المستدامة وتلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة على الطاقة والجزائر التي تدرك مع كافة الشركاء أن الغاز الطبيعي مصدر طاقة وفير وميسور التكلفة وصديقا للبيئة وداعما لتكامل مصادر الطاقة المتجددة لطالما أيدت فكرة توسيع دور الغاز الطبيعي في التنمية المستدامة واستخدامه كمصدر نظيف مع الطاقات الجديدة والمتجددة وإذا كنا نسعى جميعا إلى تدعيم التقدم التكنولوجي في هذا المجال والعقود طويلة الأجل والأسعار العادلة والسياسات التي تشجع على الاستثمار لتحديات في المجال الطقوي فإن التحديات اليوم تتطلب منا تعزيز الحوار والعمل المتعدد الأطراف الذي يؤدي إلى تحقيق الذي يؤدي إلى تحقيق الأهداف التي وضعناها عند تأسيس منتدان هذا وقمتنا هذه مناسبة هامة لتعميق التعاون من خلال تبادل وجهات النظر والتجارب والخبرات وتأسيس حوار استراتيجي بين مختلف الفاعلين في أسواق الغاز لرسم المصار المستقبلي لهذا المورد الطاقوي الحيوي في التنمية واستخدامه كوقود نظيف مع الطاقات المتجددة أصحاب الفخامة والسمو والمعالي إن منتدى الدول المصدرة للغاز منصة للتعاون وبصفتها جميعا وبصفتنا جميعا مؤيدين لهذا التوجه يزداد حرصنا على الحوار ليصبح منتدنا طرفا يساهم في تعزيز مصالحنا المتبادلة وبناء اجتماع إجماع حول الدور الحيوي للغاز في التنمية المستدامة وتحقيق رؤيتنا المشتركة وهو ما يدعو إلى اتخاذ إجراءات ملموسة حيث يجب أن نواصل تطوير موارد الغاز بالاستثمار المستمر والتعاون في التكنولوجيات والابتكار وتطوير تقنيات الاستخراج والتسويق لا سيما من خلال معهر البحث في الغاز تابع لمنتدانا والذي تسعد الجزائر باحتضانه ليكون إطارا للتعاون العالمي والعلمي عبر تبادل المعلومات وتقاسم الخبرات والمهارات وتطوير الشركات مع مراكز البحث والجامعات في الدول الأعضاء والمراكز المماثلة في جميع أنحاء العالم وتطلع الجزائر إلى مواصلة التعاون الوثيق مع أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز الذي يواصل استخدام أعضاء جدد سيساهمنا من دون شك في ارتقاء بمكانة المنتدى على الصعيد الدولي وتحقيق أهدافه الاستراتيجية وبهذا الصدد نجدد دعوتنا إلى تعزيز الحوار والتعاون بين الدول الأعضاء من جهة وبين المصدرين والمستوردين من جهة أخرى لضمان إمدادات الغاز واستقرار السوق العالمية وتلتزم بلادي بالعمل جنبا إلى جنب معاكم جميعا بمستقبل مشترك وواعد لهذا المورد الطبيعي عبر توسيع وتكثيف التواصل والتشاور بين ومع الفاعلين وكل يقين بأن نتائج هذه القمة ستساعدنا على المضي قدما نحو رؤيتنا المشتركة هذه وفي الأخير أشكر لكم حسن الانتباه وأشكركم على مشاركتكم في بناء هذا المستقبل معا وتأمنى ليشغالنا كل التوفيق ومرحبا بكم مجددا في الجزائر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر